اشتركوا في القناة هذا كلام معروف عنوان الخبر داعية متطرف يعتذر للماليزيين عن تصريحات أثارة الجدل هذا الخبر أنا سعقت عندما رأيته على قناة العربية للسبب الذي سيذكر لاحقا وأنا كتبت عنوان هذا الفيديو قناة العربية تتهم الملك سلمان بدعم التطرف لأن هذا الخبر معناه أن الملك سلمان يكرم المتطرفين الخبر يقول اعتذر الداعية الهندي والمتطرف في ذاكر نايك يوم الثلاثاء عن تصريحات حساسة أدل بها في ماليزيا وذلك بعد يوم من استجواب الشرطة له بسببها والداعية الهندي شخصية مثيرة للجدل ويواجه اتهامات تتعلق بغسل الأموال وخطاب الكراهية في الهند وقد واجه انتقادات بسبب تصريحات أثار الضغاء بين الأقليات العرقية والدينية في ماليزيا والأغلبية المسلمة بها هذا الفيديو ليس لمناقشة أن ذاكر نايك متطرف أم معتدر وهذا الفيديو ليس لمناقشة الأحداث الأخيرة في ماليزيا أنا لا أعرف اللغة الإنجليزية جيدا أتابع بعض الأخبار باللغة العربية وهناك كلام كثير حول هذا الموضوع هذا الفيديو فقط لإثبات أن قناة العربية تتهم الملك سلمان بتكريم المتطرفين قناة العربية هي القناة الوحيدة التي كتبت هذا العنوان قناة العربية هي القناة الوحيدة التي تجزم أن ذاكر نايك متطرف تقول داعية متطرف بخلاف اللي يقول متهم بالتطرف هناك طبعا فرق كبير بين أن تقول أنه متهم وبالتالي ربما تكون هذه التهمة صحيحة أو باطلة لكن أن تقول في العنوان داعية متطرف يعتذر للماليزيين عن تصريحات أثارة الجدل فأنت هنا تجزم بأن هذا الرجل متطرف الصعف الغربية يا رجل لما تنقل أخبار عن ذاكر نايك تقول المتهم يعني هو متهم لما تقول داعية متطرف أنت تثبت هذه التهمة التي طبعا هي تهمة هندية لإيقاف نشاط هذا الرجل لأنه له نشاطات كثيرة في الدعوة وتسبب في إسلام الآلاف إن لم يكن يعني لا أريد أن أقول رقم مبالغ فيه لكن هذا الرجل له الكثير من اللقاءات في الدول وأسلم على يديه الكثير على الهواء مباشرة والفيديوهات موجودة على اليوتيوب لما قناة العربية تقول داعية متطرف ثم نرى هذه الصور للملك سلمان وهو يكرم نفس الشخص الذي تقول عنه متطرف فاعلم أن قناة العربية تتهم الملك سلمان بالتطرف هذه الصور ليست قديمة هذه الصور في عام 2015 هذه الصور بعد أن اتهمت الهند ذاكر نايك بهذه الاتهمات وهذه الصور معروف للجميع أن السعودية تدعم الدكتور ذاكر نايك منذ فترة طويلة وفي فيديو في القناة كنت أتحدث عن موضوع منع الدكتور ذاكر من العمرة لما يكون الحساب الرسمي للدكتور ذاكر على تويتر في صورة الملك سلمان فقناة العربية هنا تتهم الملك سلمان بالتطرف هذه الصورة كافية لاتهام الملك سلمان بالتطرف وخلي بالكم الحرب الدائرة الآن بين السعودية وقطر والإمارات وهذه الدول كلها للبراءة من الإرهاب عشان يثبتوا أنهم ما بيدعموش الإرهاب السعودية تجيب فيديوهات لقطر قديمة أنها كانت تستضيف المتطرفين وكذا وكذا وكذلك المفروض الآن أن هذه الأخبار التي تنشر على موقع قناة العربية ستأخذ في الصحف العربية والغربية أن الملك سلمان كان أو يدعم المتطرفين والملك عبدالله كذلك فخلي بالكم قناة العربية الآن وهذه تهمة باطلة تهمة كاذبة هذه تهمة من دولة الهند وأنتم تعلمون الهند فعلت ذلك لإيقاف نشاط الرجل الاتهامات الهندية وأنتم تعلمون أن الهند الآن تحارب الإسلام بكل وضوح ربما منذ عامين تقريبا الناس كانت تقول الهند لا تحارب إلا التطرف والإرهاب وبالتالي ذاكرناك متهم بتهم التطرف والإرهاب وكذا الآن الهند تحارب الإسلام صراحة وأنتم تعلمون اللي بيحصل الآن في كشمير وحتى في الولايات الأخرى فهذا الاتهام أنا لم أجد هذا الاتهام إلا على قناة العربية قناة العربية هذه تتبرع مجانا للدول الغربية بابتزاز المسلمين تتبرع مجانا لإيقاف الدعوة إلى الله تتبرع مجانا لاتهام المسلمين بالتطرف والإرهاب ذاكرناك إذا أردتم أن تتهموا بهذه التهمة عليكم أن تأتوا بهذه الأدلة الرجل متهم كما قلت في بداية الفيديو متهم من بعض المسلمين أنه متساهل في بعض اللقاءات مثلا للرد على شبهة أحيانا يتساهل في بعض الأمور فكيف يكون هذا الرجل متطرف لم يعلن دعم أي جماعة إسلامية والرجل كرمه الملك سلمان وصورة الحساب الرسمي على تويتر هذا هو الحساب الرسمي له على تويتر فيها تكريم وجائزة الملك سلمان فقناة العربية تتهم الدكتور ذاكر نايك بشكل مباشر بأنه متطرف وأن الملك سلمان يدعم التطرف لا أحد يقول إن الملك سلمان كرم ناس كثيرة وبعدين تطرفوا لا ذاكر نايك من بعد ما كرمه الملك سلمان وهو يعيش في ماليزيا وليست لديه أي نشاطات زي ما بيقوله إرهابية أو متطرفة فهذا الاتهام اتهام واضح وصريح يتعلق بالملك سلمان شخصيا فهل ستبقي قناة العربية على هذه العنوين أم سنرى أنه قناة العربية ستحذف هذه الأخبار زي ما قلت مرة أخرى الدول العربية الآن تتنازع فيما بينها لإثبات الاعتدال السعودية تغريب شديد واتهام لقطر بأنها تدعم الإرهاب وكذلك السعودية الآن ستتهم بأنها تدعم وما زالت وكانت تدعم الإرهاب شايفين يا أخوانا كيف نعطي للأعداء هذه الأشياء لتبتز هذه الدول وتحلب هذه الدول أكثر وأكثر طبعا قناة العربية معروف دور المشبوه التي تقوم به ضد المسلمين في بلاد الحرمين ونشر التغريب ونشر الأفكار الإلحادية لكن نحن هنا في هذا الفيديو نوثق هذا الأمر وهذا الخبر سيبقى وصمة عار لمن كتب هذا الخبر في قناة العربية شكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم